أهم مشهد أو لقطة أو عنوان أو خبر أكلمك عليه هو عودة أليو ديانج النهاردة أليو ديانج شارك في جزء من التدريب وهيبتدي يرجع بشكل تدريجي لغاية لما يوصل طبعاً للمشاركة الكاملة التمرين النهاردة كانت محاضرة فنية من ميستر كولر بعدها تدريبات بدنية في الجيم استمرت حوالي نصف ساعة أشرف عليها أندوية المدرب الأحمال وبعد كده كان فيه تأسيمة أشرف عليها برضو ميستر كولر بين لعبين فرصة الحقيقة للراجل أنه كمان يشتغل على العيبة اللي ما ظهرتش بشكل أساسي أو اللي كانت بعيدة طبعاً دي لقطات من تمرينة النادي الأهلي الصبح النهاردة راجل بشتغل الصبح دلوقتي يعني تمرينات الأهلي كلها تمرينات صباحية وزي ما قلت لكم اشتغل على تفاصيل وقف مع العيبة كتير واتكلم معاهم بشكل كبير طيب ديانج زي ما قلت لكم إن شاء الله يكون جاهز مع عودة النشاط مرة تانية واحد من أهم عاملت النادي الأهلي واحد من أهم اللعيبة المحترفة اللي بتشارك في الدولة المصري فبالتأكيد عودته هتكون إضافة بعد استقناف النشاط مرة تانية اللي هيكون أعتقد بعد بداية كاس العالم ترجمة نانسي قنقر